السلام عليكم اليوم سوف أقول لك لماذا تشعر بالنعاس بعد الإفطار في رمضان وهذه أهم الأسباب بعد ساعات من الصيام في رمضان والشعور بالجوع والعتش والإرهاق ينتظر الصائمون أدانا المغرب بتشوق لتناول مال الدواتات من الطعام وكسر الجوع والعتش وأملا في الشعور بالطاقة والحيوية لكن تناول الإفطار قد لا يساعد في الحصول على الطاقة المطلوبة لكن تناول الإفطار قد لا يساعد في الحصول على الطاقة المطلوبة إذ يصاب البعض بالصداع أو يجدون النعاس قد تسلل إليهم ويكافحون من أجل البقاء يقدين فما هي الأسباب وراء هذه الرغبة المفاجئة في النوم عقب تناول الإفطار وكيف يمكن تجنبها أو تقليل تأثيرها أسباب النعاس بعد الفطور بشكل عام الشعور بقليل من النعاس بعد الأكل أمر طبيعي تماما ولا يدعو للقلق وقد أرجعت إخصائية التغذية والتغذية العلاجية إيمان جمال في حديثها للجزيرة نت ما يحدث لجسم بعد تناول وجبة الإفطار فيجعله مسترخيا ويزيد الشعور بالكسل إلى احتياج الأمعاء للكثير من الدم للمساعدة في هدم الطعام وقالت تناول الطعام بكميات كبيرة ومفاجئة يتسبب في زيادة سرعة الهدم بشكل كبير ويقوم الدماء بتوصيل كمية كبيرة من الدم إلى الأمعاء وبالتالي يحدث انخفاض في اندفاع الدم لباقي أعضاء الجسم ومن ضمنها الدماغ وهنا نبدأ الإحساس بالرغبة في النوم وبحسب موقع Medical News Today الطبي يرجع الشعور بالإرهاق إلى أن الجسم ينتج المزيد من سيروتونين بعد الأكل وهو مادة كيميائية تلعب دورا في تنظيم النوم والشعور بالنعاس ويساعد الحمض الأميني التيرب توفان والذي يوجد في العديد من الأطعام الغنية بالبروتين ويساعد الجسم على إنتاج السيروتونين كما تساعد الكربوهيدرات الجسم على امتصاص التيرب توفان ولهذه الأسباب فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد تجعل الشخص يشعر بالنعاس وبحسب موقع Healthline الأمريكي في بعض الحالات قد يكون الشعور بالتعب بعد تنول الطعام أو الشعور بالنعاس طوال الوقت علامة على مشكلة صحية أخرى مثل ذاء السكري أو الإصابة بالحساسية لبعض مكونات الطعام أو فقر الدم الأنمية أو مشاكل غضة الدرقية ولتجنب الشعور بالنعاس عقب تناول إفطار وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية هناك بعض النسائح التي تساعد في ذلك تجنب هذه الأطعمة تنصح أخصائية التغذية بتجنب أو تقليل تناول مقليات والسكريات التي تزيد منسبة الأنسولين في الدم ومنها عسائر الفاكهة والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل أورج والمكارونة والدقيق الأبيض وكل ما يحتوي على دقيق مثل الخبز الأبيض والمخبوزات وغيرها والسكر الأبيض هناك حلول لكي تكسر صيامك بصورة صحية أشارت الإخصائية إلى أن كسر الصيام بشكل صحي يساهم في تقليل الشعور مفاجئ بالنعاس وذلك عن طريق تناول تمر وكوب ماء ثم القيام إلى صلاة المغرب ثم العودة إلى مائدة الطعام والبدء بتناول الشرب وأضافت يفضل كسر الصيام بالتمر لاحتوائه على ألياف وسكريات طبيعية لذا يقوم بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة ويفضل عدم الاستغناء عن طبق الشرب الذي يساعد العصار المعدية على تهيئ المعدة لاستقبال الطعام حيث يرجع الشعور بالنعاس بعد الإفطار بشكل رئيسي إلى أننا نقوم بتناول وجبة الإفطار مرة واحدة لذا تندفع الدورة الدموية متركزة نحو الجهاز الهضمي اتبع قاعدة الطبق أكدت أخصائية التغذية على أهمية التركيز على التوازن بين النشويات والبروتينات والكربوهيدرات والاهتمام بتناول قدر كافي من الصرطة بداية الإفطار حيث تمد الجسم بالفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة لتعويض الفقد وقت الصيان بالإضافة إلى أنها تسبب الشعور بالامتلاء وتساعد على تقليل تناول الكربوهيدرات والنشويات كما نصحت باتباع قاعدة الطبق أي الصحن وهي تقسيم الطبق إلى نصفين النصف الأول يحتوي على خضروات أو سلطة والنصف الآخر يقسم نصفين نصف بروتين والآخر كربوهيدرات صحية كالبرغل أو ما يسمى بالخبز الأسمر تناول كيف ننظم تناول المنبهات شددت أخصائية التغذية على ضرورة تأخير تناول المنبهات مثل قهوة والشاي إلى آخره هناك الكثير عقب الإفطار وقالت إنها تشكل عائقا أمام امتصاص الفيتامينات لأنها تحتوي على التنات وهي مادة تلتسق بالحديد وتمنع امتصاصه مما يسبب الإصابة بالأنميا على المدى البعيد لذا يفضل شرب الشاي والقهوة بعد الإفطار بساعة أو ساعتين كيف نأكل الطعام على مراحل كما نصحت أخصائية التغذية بتأخير تناول وجبة الإفطار لبعض الوقت بعد كسر الطعام بالمشروبات أو التمر لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط بحيث يتم منح الجسم فرصة للبدء في استيعاب الأكل والسوائل وأضافت أن الأهم من التأخير هو التركيز على الطريقة السابقة التي ذكرناها للإفطار والتي تعز الشعور بالنشاط والحيوية أتمنى أن تعم الفائدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة والمشاركة مع الأصدقاء والأحباب ودومتم إن شاء الله دائما بخير وبصحة جيدة ورمضان مبارك على الكل